موسيقى بعد ثلاثة أشهر من القتال المحتدم بين الانفصاليين الموالين لروسيا وسلطات كييف تواصل الحكومة الأوكرانية معركتها من أجل الحفاظ على هويتها واستقلالها عن موسكو كما يقول رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني أتسينوكا الذي التقاه مراسلنا ساعات قبل أن يقدم استقالتها هل تعتقد أن روسيا وبعد أن تفرض عليها عقوبات جديدة ستقبل بنوع من المفاوضات الجدية تقضي وقفا لإطلاق النار؟ هناك فرصة أخرى ومجال لإجراء مفاوضات لكن النموذج الأوحد الصالح للمفاوضات ذلك الذي من الممكن أن تقبل به الحكومة الأوكرانية هو ما تمخذ عن اجتماع جينيف والذي حضرته أمريكا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وروسيا لدينا دائما مجال للمحادثات لكن نريد أن نجد أيضا زنزنة ما يقبع فيها من اختلف جرائم دولية ما الذي تنتظرونه خلال الأسابيع القادمة؟ هل تعتقدون أن البلد الذي أشرت منه آنفا يمكنه أن يزيد من حجم الضغوط على أوكرانيا؟ كل شيء يتبط بالأهداف التي يسطرها الرئيس فلاديمير بوتين وحلفائه المقاربون نعتبر دوما أن الهدف الذي سطرته روسيا هو إزالة أوكرانيا من الخارطة وأن تتم عرقلة أوكرانيا حتى لا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وأن لا تنعم بلدنا باستقلالها وبحريتها أما نحن فسنناظر من أجل إقار سلام بلدنا وحريته وضمان مستقبله الزاهر وانطلاقا من هنا فإن ما يحاربنا سيظل قابعا في جانب مظلم الآن ونظرا للوضع المعقد في أوكرانيا هل تعتقدون أن الوقت مناسب من وجهة نظر سياسية أن تتم عملية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة لدينا خيران متحاني لنا إما أن نوظفهما أو لا فنحن بحاجة إلى اعتماد خطة تقشف وفرض إصلاحات وذلك عبر المحافظة على استقرار بشكل ما من خلال أغلبية برلمانية ومن جهة أخرى ينبغي علينا أن نسغي إلى الشعب الأوكراني فالناس يريدون تغيير البرلمان واستبداله بآخر جديد وتوجد أغلبية أوكرانية تطالب بانتخابات برلمانية مبكرة إجراء انتخابات مبكرة إنما هو قرار يتخذ فقط حين نفرض الاستقرار والأمان في شرق أوكرانيا ألا تعتقد أن ثمت حاجة ماسة لإعطاء أجوب سياسية للمواطنين في شرق أوكرانيا هؤلاء المواطنون يعانون من ويلات الحرب من الناحية السياسية يوجد نوع من الغياب التمثيلي يخصهم ما هي رسالتك التي توجهها إلى من يرغبون في إجراء انتخابات مبكرة أرشوك أن تسمح لي أن أوضح أمرا ما وهو أنك قد لا تعرف واقع ما يجري على الأرض في أوكرانيا معظم رؤساء البلاد والحكومات وعضائها إذن مما تعاقبوا على السلطة في أوكرانيا ينحدرون من شرق البلاد ليس لأنني لا أعي حقيقة ما يجري بقدر ما أنقل لك ما يقوله الناس ولذلك أن أسألك ينبغي أن نتمد مرة أخرى على وقائع حقيقية أمر ثاني أريد أن أشير إليه وهو أن مقاطعة شرق أوكرانيا تحظى بتمثيل واسع جدا في البرلمان والقاتلون بالشرق يحكمون مراقبتهم على برلمانتهم الإقليمية وحكومتهم المحلية الأمر الثالث لقد كنت على حق يجب أن نجد حلا سياسيا لكن ينبغي أن نعرف قبل ذلك ما هي مطالبهم السياسية فمثلا لو أن المطلب يتعلق باللغة الروسية فقد كنت أول من ذكر بأننا بصدد سن قانون يمنح وضعا خاصا لللغة الروسية لا أتحدث عن اللغة الروسية لكنني أكلمك عن احتياجاتهم حيث يقولون إنهم لا يثقون في كيار كنت قبل أيام في زيارة إلى سلابيانسك وهي المدينة التي تعتبر أحد المعاقل القديمة للمسلحين الذين تقودهم روسيا صحيح أن نسبة 30% من السكان الأسطين لا يثقون في كييف وهذا أمر طبيعي غير أنني شاهدت من حرروا من قبل الجيش الأوكراني وأقول لك قد لا يحبوننا لكنهم يكرهون العصابة الموالية لروسيا هل إنكم ستمنحونهم الفرصة لانتخاب حاكم لهم في إطار تطبيق سياسة اللامركزية على سبيل المثال؟ هي الفكرة التي كانت لدينا أعني برنامجا لا مركزيا لا تعنون الفيدرالية؟ ذلك البرنامج كان يدبر له من قبل روسيا أي إيجاد سبل كفيلة للقضايا على أوكرانيا من أجل تأسيس دولة فيدرالية وجراء نواحي من أوكرانيا ذلك مدعاني لاستخدام مصطلح اللامركزية إلى حد اليوم الرئيس هو من يعين رؤساء الحكومات المحليين إننا نريد إلغاء هذا الأسطوب والاستعاد عنه بسماح للمجالس المحلية أن تنتخب مباشرة رؤساء حكومتها نحن مستعدون لذلك ثم إن الرئيس قد أدرج مقترحا يقضي بإجراء تعديل على الدستور قدمه للبرلمان شكرا لك